أعوذ بالله من الشضان الرجيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن هذا الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغى شده واستواتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يختتلال فوجد فيها رجلين يختتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاذوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزوا موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون غهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا ليست انصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنا أراد أن يبضش بالذي هو عدو لما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في العرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أخصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت الغامدينة قال عسى ربي أن يديني سوى السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونه ممراتين تذودان قال ما خطبوكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسغى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجره إنا خيرا من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ذماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بني وبينك أي ملاج ليني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بيليه يانس من جانب الطور نارا قال لي لهم كذوه إني هانشت نارا لعلي ياتيكم منها بخبر لعلي ياتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما تانودي من شاطي الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألغي عاصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنه كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسلوا معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سرطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفرح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما ألكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت هاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنرى قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي من ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحراني تواهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر